الحمد لله الصلاة والسلامة والرسول بالله وعلى أهله الصحب والله وبعد النواصي الآخر مسألة عندنا ما يتمسك به الحزبيون من بعض كلمات سيخ الإسلام النتيمية رحمه الله تعالى فنختصر منها جزئتين الجزئية الأولى كلاما أو كلام يتمسك به هؤلاء الحزبيون في جواز التعاون مع أهل البدع فيذكرون كلاما لشيخ الإسلام نتيمية من الفتاوى مجلد 28 صفحة 212 يتكلم فيه عن التعاون ووضع له ضوابط ومحترزات لكن أولا قبل توضيح كلام الشيخ الإسلام نتيمية يخبرنا قضية التعاون مع أهل البدع من القضايا الواضحة المحسومة عند أهل السنة والجماعة وأدلة واضحة جدا كقول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وآية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ابن تيمية قال وهؤلاء هم الكفار ويستهزأ بها قال وهؤلاء هم أهل البدع لأن استلال أهل البدع بالآيات هو من نوع الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى وابن عباس يقول يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة فكل مبتدع هو مستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى على أي حال ما يجوز التعاون مع أهل البدع وهي الفتوى عند العلماء المعتبرين والإمام البغوي رحمه الله تعالى نقل إجماع أهل السنة نقل إجماع أهل السنة على أن الإنسان لا يجوز له أن يجالس أهل البدع ما يجوز مجالستهم ما يجوز أخذ العلم عنهم طيب اليوم الحزبيون من نصار السنة ومن غيرهم بيتعاونوا مع المبتدعة يعملوا مؤتمر كبير نصه يكون أنصار السنة والنصة الثانية مبتدعة صوفي سروري أخو مسلم وهكذا طيب في سؤال بسيط قبال ده كله أنت زمان وكد عملت جماعة أنصار السنة الإصلاح ولا المركز العام وكد عملت الجماعات دي السبب كان شنو مع مسلمين كله وننازل ليه أنت عملت جماعة أنصار السنة يقول لك للتميز من أهل البدع نكون متميزين من أهل البدع طيب لما انتجوا راجعين بعد السنين وتقول لنا نرى التعاون مع أهل البدع معناها زمان أنت مركت والسجط راجعين ثاني ما كده راجعته طيب المسألة دي أنت لو قلت يا أخي دمى حكم شرعي لو سلمنا معك جدلاً دمى حكم شرعي واضح أنه ما بجوز المجالسة للبدع وإن كان نجمع أهل السنة سلمنا معك جدلاً قلت المسألة مصالح ومفاسد طيب الآن ما هي المصالح التي جنتها أنصار السنة من التعاون مع الصوفية والإخوان المسلمين والسرورية وين المصالح أي مصلحة هل الآن اقتنع الصوفية بيتعاونكم معهم إن منهج التوحيد ودعوة التوحيد هي الدعوة الحقة وهل أنت يا أصار السنة لما تدعاون مع الصوفية أنت بتدلوهم على المنهج الحق ولا بالزوب معهم لما تنظر في الجانب الآخر جانب المفاسد اللي جاءت بسبب تعاونهم بتلقاء أضعاف وأضعاف أول حاجة ذوبان أنصار السنة أو كثير منهم داخل الإخوان المسلمين الآن عندهم ناس ما بتقدر تفرز بينه وبين الأخوان المسلمين أبدا يثنو على سيد قطب ده الآن نائب رئيس الجماعة يثني على سيد قطب ويعظم كتبه كتب البدع وكتب الضلال وكتب الانحراف يعظم ويدل الناس عليها ويدافع عن زعماء الإخوان المسلمين في البلد فدي نتيجة بسيطة من نتائج تعاونكم مع أهل البدع ذوبان الآن أكثر كوادرا صار السنة أنا بعرف كشخصيات وكنا يومنا الأيام مع بعض أكثر كوادرا صار السنة اليوم ذابوا مع الإخوان المسلمين شوف صفحاتهم على الفيسبوك تلقى الواحد منهم ببساطة يمجد لك داعي إخواني كبير جدا يمجد فيه ويعظمه وتجد منهج الإخوان المسلمين يفوح من كتاباتهم تأثروا منهجهم منهج الثوري منهج مناكفة الحاكم منهج منازعة السلطان والطعن فيه بيقى الآن عادي جدا جدا عندهم فإذا التعاون مع أهل البدع جنوا منه شنو أولا ذوبانهم في الإخوان المسلمين اثنين التغرير بالعامة وبالناس الجداد يعني وين كانوا كلهم واحد جداد وقدام كلهم فهموا واحد لكن انت لما انتجي تعملك مهتمر مهتمر ده قاعد بيجاي عبد الحيوسف بهنا إصام البشير بيجنبه بيجاي الياغوتي بيجنبه بغادي اللمين الحاج قاعدين دل في المنصة فوق انت كزول بسيط طالعي علم أو عامي جيد شفت الشيوخك والدكاتر بتاينك اللي بتحترمهم وبتعتبرهم قدوات بالنسبة لك وجدتهم جالسين مع هؤلاء المبتدعة مش جالسين بس بيوقرون كمان تفضل فضيلة الدكتور الشيخ العلامة فلان فضيلة الدكتور فلان وجي قدمون ومرحبا بالدكتور فلان الترحيب زي ما بيشتغل الحمد الأمير إسماعيل الترحيب بفلان الفلاني دكتور شيخ القرآن منو محمد عبد الكريم منو عبد الحيوسف طيب انت منتظر شنو من الزورة البسيطة القاعدة هيعتبرهم دي شنو كلهم قدوات بالنسبة له ولو لم يكن في المؤتمرات لمضر إلا هذا لكفى خلاص وضيعت الناس إنت زد على ذلك أنت من واجبك الشرعي وإلا كمان تكون أنت ما سلفي أصلا من واجبك الشرعي لو كنت سلفي أن تحذر من هؤلاء فكيف يا أخوان نزول يقدر يحذر من أهل البدع وهو أمس كان قاعد معهم في المنصة وبشكر فيهم وبشكروا فيه وبيشكر فيهم وبيشكروا فيهم هل يقدر يحذر منهم؟ والله لا ثم بالله لا ما يقدر والله حتى اضطر بعد ذلك أنت تثني عليهم وادعظمهم والسلف قالوا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام الشاطب رحمه الله تعالى قال فتوقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين عظيمتين تعودان على الإسلام بالهدم الأولى اغترار الجهال والعام به حيغتر به ويحبوه يعظمه قال والثانية يكون هذا التوقير كالحادي له المحرض يعني كأنك أنت بشجعه أول ما تجيبه الليلة تمسك المايك نرحب بفضيلة الدكتور العلامة مدير قسم الثغافة الإسلامية بجامعة الخرطوم وشيخ القرآن ومنوا منوا الدكتور فلان فلاني وهم يبتسم كده بيقعد بمزاج في المنصة والمنصة كلها تتهيأ لكلمة الدكتور العلامة ده الدكتور ده سناءك عليه ده توقيرك له الشاطب يقول لك كالحادي يعني المحرض له على إنشاء الابتداء في الدين لأن كده ما ذميت على بدعة الأولى ما ذميت عليها بل مجدت وعظمت فده بيكون دافئ لو أنه يجيب بدعة ثانية وهكذا إذن يا أخوان المسألة ده من ناحية مقاييس شرعية وشيء الإنسان يدين الله سبحانه وتعالى به لو كان فيهم ورع وفيهم ديانة وخوف من الله عز وجل هذا المسألة مسألة من أخطر ما يكون على أهل السنة والجماعة من أكثر ما يكون الإنسان يا أخي مفترض يكون عنده خوف من الله ويحافظ على على الشعب المسكين ده من الترويج لأهل البيضاء أنت تستفيد منهم شنو وجلوا لك نحن دارينهم في مؤتمر وهذا المؤتمر لمصلحة المسلمين ودعوة الإسلام ما في مبتدع أبدا أتى للإسلام بيوم نصر واحد حتى السلف قالوا حتى في الحروب منتصرت راية المسلمين على يد مبتدع واحد أبدا ما نصر الله الإسلام بمبتدعه ما بينصر الدين يا أخي ذا كان ابن تيمي يقول وقد انهزم من انهزم من المسلمين بسبب المعصية يوم أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام انهزم المسلمون بسبب المعصية فكيف الآن بالبدعة فكيف بالبدعة الكفرية المكفرة ينتصر المسلمون بأصحاب البدعة الكفرية انت جاي تلمه هون صف طويل ده صوفي ها ودعك شنو ودبه جاي سروري خارجي وانت دار تلم ديل شانت تنصروا بهم الإسلام يجب الله الإسلام ما منتصر بيديل الإسلام ينتصر بحرب هؤلاء انت أول ما تحارب ديل أو شي تعالي الحرب عليهم وتنقل الإسلام من البدع والشوائب يا دوب الإسلام مينتصر على أي حال يبقى مؤتمرات دي فاشلة وفاسدة ولا يمكن أن يوافق عليها جاهل فضلا عن عالم بس جاهل لكن يكون عاقل زول جاهل بالعلوم الشرعية لكن العزول عنده عقل ويعرف ما تقول إليه مثل هذه التجمعات ما يمكن يوافق عليها خليك ما نيجي استدل بكلام لابنة تيمية طيب نين نشوف الكلام ابنة تيمية يقول قال فإذا تعذر إقامة الواجبات إذا تعذر لاحظ إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل المصلحة مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس يعني بيتكلم عن مسألة موازنة كلمنا ما عنده علاقة مع موطمارات دي بيتكلم عن موازنة في حالة تعذر تعذر يعني شنو دي حالة بتاع الضرورة ما عنده خيارات قدامك متاحة زي مثلا إنسان يريد أن يقيم الواجب الواجب من العلم زي شنو الواجب مثلا تعلم الفاتحة تعلم الفاتحة من الواجبات شنو أنا أصند إذا تعذر هذا الواجب ما لاقي أحد سني يعلمني الفاتحة إلا بمن فيه بدعة والبدعة دي قال لك مضرة بشرط أقل من مضرة ترك الواجب ده يعني يكون مضرة البدعة دي أقل من كونه أنا أكون قائد من غير ما أعرف صورة الفاتحة بالغيض ده قال لك يجوز أن أدعلمه من هذا المبتدع من باب الضرورة ده السعلاقة وشنو المؤتمر بتعنصر سني أين الضرورة الآن لعقد مؤتمر للدعوة في أفريقيا والمؤتمر يقام في قاعة الصداقة ويصطدى في هذا المؤتمر بعض الحكام ووجهاء الدولة كويس أين الضرورة في هذا المؤتمر حتى لو لو ما فيه مبتدع قلنا بس مؤتمر شرعي استضيفه فيه الحاكم ده ما فيه منكر واحد كويس ما يجب فيه ولا مبتدع وين الضرورة له في ضرورة ماذا سيحدث للإسلام والدعوة في السودان لو لم يقم هذا المؤتمر لو ما قام بيحصل شنو ما فيش هل تعطلت الدعوة هل وقف العلم هو المؤتمر ذاته فيه شنو ها كويس هو هو ذات المؤتمر يلا عين المؤتمر ذاته خليني من قول قاله فيما قاله حتى وإن كان الهوالي لما تكلم قال المؤتمر فيه أشياء لا نوافق عليها بعده زي ما قاله حشفا وسؤكيلا مع إنه في ذاته إقامته بصورته دي حتى لو قاله فيه غران إقامته بصورته دي مبجوز كويس قال فيه أشياء لا نوافق عليها منها بعض الكلمات قال فيه طعني في الحاكم من بعض الصدافهم دي ما جايب سرورية انت حيقول لشنو يعني انت جايب سرورية ما لابد يطعون لك في الحاكم قال بعض الكلمات فيه طعني في الحاكم وبعض الكلمات فيه طعني في أهل السنة المبتدع جبت ده شعات الحاكم بيجاي وشعات أهل السنة بيجاي ما عدا فيه موسيقى وأشياء أخرى فلاحظ يعني يعني الشغلان دي مسألة عجيبة فما عنده علاقة مع كلام نتيمية نتيمية قال إذا تعذر إقامة واجب مش أمري هو ده ما مستحب ذاته مطور بتاعه ولا مستحب بصورته لو كان مثلا خلا من المنكرات نقول مستحب من باب إنه دعوة للإسلام والدعوة للإسلام مستحبة وبعضها تكون واجب المهم إلى آخره بالتفصيل المعروف كويس؟ فقال إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد إلا بمن فيه بدعة مدرتها دون مدرت ترك ذلك الواجب ابن تيمي هنا ما بتكلم عن أصل تأصيل المسألة إنه التعاون مع أهل البدع يجوز ولا مبجوز أخذ العلم عن أهل البدع يجوز ولا مبجوز ما بتكلم عن أصل المسألة بتكلم عن حالة بتاع الضرورة والضرورات يا أخوانا دايما تغدر شنو؟ بقدرها وحالة الضرورة لا يمكن أن تجعل أصلا يتعامل الناس به زي مثلا أضيك مثال بسيط عندنا أكل الميتة حرام ولا ما حرام؟ حرمت عليكم الميتة أكل الميتة حرام طيب إذا تعذر الإنسان ما لقى حاجة يأكل قدامه في صحراء مجدوح هناك إذ قطعته وعربيتك وإذ كسلك وقاعد في الصحراء وما وجدت أكلا حلالا أبدا إلا ميتة يجوز أكل الميتة ولا ما يجوز؟ يجوز ضرورة هذه ضرورة يجوز أها هل معنى ده؟ إنه أنا أجيب عداك أقول في حالة غير الضرورة أقول يجوز أكل الميتة؟ ممكن عشان كده كلام ابن تيمي يتكلم عن مسألة ضرورة والضرورة عندنا إذا اغتضت ممكن تستعين حتى بالكافر في مسألة جهاد ولا غيره وهجوم عدو عليك ممكن تستعين حتى بالكافر لرفع هذه الضرورة كما أفتى العلماء شيخ بنباز مش أفتى بجواز دخول القوات الكافرة تدافع عن الدولة المسلمة ما دي مسألة بطاعة ضرورة والضرورة دائما العلماء يتعاملون فيها بفقه شنو؟ المصلحة والمفسدة فده غاية ما في كلام ابن تيمية خلاصة الكلام آخر شبهة جابوها فيها مسألة غتال ابن تيمية مع الصوفية وقالوا أنتو بتقولوا ما بجوز التعاون وهذا ابن تيمية شيخ الإسلام قاتل في حربه ضد التتار مع الصوفية نقول أولا دي كذبة تاريخية ابن تيمية لم يقاتل تحت راية أهل البداء في كتابه الرد على البكري تكلم عن مسألة دي ذاته وذكر أن راية الجهاد لما كانت عند القبورين قال ابن تيمية لم يحظو إلا بالهزائي ولم يشارك قال ولم يشارك أهل العلم والمكاشفة المكاشفة دي بيقصدها الفراسة والنظر الثاقب وكذا ويش بيقصدها المكاشفة بتاع الصوفية الدعاء الملغيب قال لم يشارك أهل العلم والمكاشفة لعدم وجود الجهاد الشرعي شو ابن تيمية ذا قوي كيف لما راية الجهاد كان عند الصوفية كانوا حاملين هم راية الجهاد قال ما شاركوا قال فلما كان بعد ذلك الحسن شنوه قال صرنا نأمر الناس بإخلاص العبادة لله شوف جمسك وأهل السنة راية الجهاد قال فصرنا نأمر الناس بإخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما قال كلام طويل قال وكان الناس يقولوا لما كان راية الجهاد عند الصوفية قال يقولوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر ابن تيمية قال لهم دزاته لو دخل معاكم لو كان موجود عمر دزاته أبي عمر لو كان موجود معاكم قال لهم لنهزم كما انهزم من انهزم من المسلمين في الأيام الأولى بسبب المعصية خلي كمان يتوبشيرك بالله بعدك ابن تيمية بيقى بيدعو الناس للتوحيد وبيدعوم لاتباع السنة قال فلما انصالح حال الناس شوف الجهاد عند أهل السنة كيف أس عليك الله أنصار رسولنا باللمولان كورجة بتاع الصوفية الياغوتي ومنه ما عارف ولما بتاع الصوفية وقل لك مؤتمر وحدة الصف كويس؟ هل أسألكم بالله بيقدموا كلام قوي في التوحيد أمام هؤلاء؟ كلام في التوحيد يكون قوي ويأمروا الناس بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غير الله عز وجل في وجود هؤلاء الصوفية يقدروا؟ لا يقدروا لا يقدروا يا شيخ لما نجبهم في المناظرة بنودى البلغم نشوف في التلفزيون قاعدة الآن في اليوتيوب بتلقى المناظرة دي هي عملها في التلفزيون والمناظرة في اليوتيوب الآن موجودة موجودة الآن شفتها؟ ما خلاص أنا أجاوب يا وليد أنا أجاوب أي سؤال إن شاء الله فالمناظرة موجودة والدلبلة قاعد والياقوتي الصوفي قاعد الصوفي الياقوتي يقول لهم أنت يا الوهابية شيخكم ابن تيمية يقول الله جالس ووضع رجل على الأخرى ويجالس على العرش وكذا الشبهات اللي بيقولها الصوفية دي المذيع يرجع المايك إلى والدلبلة يقول له لعله عندك جوابها دكتورة دلبلة على الكلامة اللي ذكره اللي ذكره الدكتورة الياغوتي يقول له سنلتغي نحن مع غلاس صوفية سنلتغي سنلتغي بتاع شنو ما يرود على إيه ده؟ يرود على الباطل ده متمر وحدة الصف جيبهم يتكلموا الكلام الفطفاض ناس إسماعيل عثمان وغيرهم من المتحدثين الكلام الفطفاض وماشوا فيه متمر للأنصار حزب الأمة الأنصار قال ونحن بيننا وبين الأنصار علاغة وبيننا وبيناتهم تعاون في الدعوة إلى الله يأزوا للأنصار أنهم دعوة إلى الله دعوة إلى الله وينو عند الأنصار حزب الله ها ناس حزب الأمة عندهم دعوة إلى الله كمان دار يخش علينا أول كلمة قال أول ما جاء في موضوع المرأة وظنه كان المتمر على المرأة قال والمرأة ومسألة الحجاب والحجاب قال يعني الوحدة تنزع أو تلبس ودي حرية شخصية حرية شخصية حرية شخصية بتاع شنو مسألة حرية شخصية ده أمري واجب أمري رباني آية صورة الأحزاب وآية صورة النور أمري واجب المرأة تلبس الحجاب إلا بقت مع مسلمة بطريقتها لكن مسلمة تلبس الحجاب فشوف يا أخونا بارك الله فيك النزل لو كانوا بالجد بيعملوا زي بنتيمية يمشوا يأمروا الناس بالتوحيد وينهم عن الشرك ويصلحوا عقائد الناس كان كان احنا نقول معلش ده شغل شرعي بنتيمية قال فلما انصلح على الناس انهزم التتار هزيمة من هزموا قبلها قط توحيد نظيف انصلح على الناس النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حنين بعض الناس اللي أسلموا جديد قالوا اجعلنا زات أنواق دي شجرة بتاعة المشركين قالوا شجرة خدرة وارفة وعظيمة كان بيعلقوا فيها أسلحتهم تبركا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال نمشي نحن ماشيين على جهاد والناس حنقابل العدو بعد شوية والناس اللي قالوا الكلام ده هم كانوا حد ساعات جدات في الدين ما قال نخلي الأمور دي على كده نخليهم عليه كلامنا اللي قالوا ده ونمشي طواله لا قال إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون حداك اللي لنصار رسلنا بيعملوا زي ده يقدر الآن في المطور بتاعهم يقيف ويقول لهم انت قلت كذا يا ياقوتي وانت قلت كذا وانت بتجيزوا الاستغاثة بغير الله وانت بتتعلقوا بالقبور وابتدعوا أصحاب الغبور وكل هذا من الشرك بالله عز وجل اللي ما بيرضاه الله يقدر يقول كلام زي ده ما بيقدر وو لو دار يقول كلام زي ده ما كان جابه وهم لو بيعلموا إنه هو بيقول كلام زي ده ما كان جو لو ما طمأنه إليه ما كان بيجو أصو شفت تعرف لما نطمأنه لو تمام عرفه إنه ما زول الشغلان هذه أسألك بالله أسألك أنا لو قلت لو دعيد صوفي للمجمع بتاعنا ده للمجلس بتاعنا ده قلت لي تعال مش تعاون على البروة والتغوى أنا بوريك التعاون على البروة والتغوى بعرفه أنا الشرعي تعاون على البروة والتغوى إنه أنا أعاون أعينك إنت تخلي اللي أنت فيه ده ده اللي بعرفه أنا التعاون على البروة والتغوى لكن ما ممكن أجهد بقليصوفي معاي وقول لها راح نمشي على الشيء إذاك فهمتها ماذا التعاون على البرو والتغوى التعاون على البرو والتغوى صلح الجمداء وشانا لكذا العلماء قالوا معاني الآية وتعاونوا على البرو والتغوى يعني نعينه ذاته زي ما ابن القيم وكلامه جيبوا برضه صار سنة في فوائد من صلح الحديبية لما قال المشركون وأهل البدع والكفار إذا طلبوا أمرا يستعينون به على طاعة الله وعينوا عليه طبعا صار سنة ما يفهموا أو قزين كده حرفوا يجي يقول لك ابن القيم ما قال لي أنه يعانون يعان على شنو أنا الآن يجي نصوفي يقول لي يا أخي أنا عندي الآية هدي تغو الله وابتغو إليه الوسيلة وأنا فهمي للآية دي أنه نتوسل بالأولية تعسى عني في فهم الآية أنا بساعدوا ليك مساعدة لما نتكيف ذاته دي المساعدة كده طلب أمر يستعين به على ما يرضي الله عز وجل يا صوفي الداني الكتاب الداني المصحف قال لي يمسك عليك الله ساعدني يا أخي أن نفهم الغرآن ده أنا بساعدوا ألا هو بساعدوا ساعدوا طوال جاني دعوة في زريبة البرعي الليلة دي لو جاتني دعوة في زريبة البرعي وقالوا لي تعال هاك أشرح لينا من القرآن أو تعال هاك علمنا التوحيد أو تعال دينا نصيحة أتكلم في السرورية الليلة دي بمشي في طيبة شوف الآن في إزاعة طيبة وغناة طيبة لو دعوني الليلة دي الليلة لو دعوني قالوا لي تعال بجي وبتكلم عن قضية الحاكم والناس اللي بيخرجوا على الحكام ومنهج الإخوان المسلمين في الخروج على الحكام والمآخذ على كتاب ظلال القرآن وكتاب معالم في الطريق وكتاب الاستبداد السياسي لعبد الحيوسف ألين لو بتكلم لكن بيجيبوني يا سيد التعاون الآن اللي بيحصل في الساحة بارك الله فيك اللي بيحصل في الساحة مبني على فهم مسبق يعني الزوال بيعرف بدعاون مع منه وبيعرف الإنسان اللي بيمرر له المنهج بتاعه وما بيازيه نحن في طيبة دي أسا الآن تسجيلاتنا قاعدة خليناها مشي هناك أنا هناك دي ما بخلونا خش خليها مشي هناك تسجيلاتنا موجودة في اليوتيوب خلي يرفعوا أي حاجة بيقدر يرفعوا لنا حاجة قرآن ما بيرفعوا والله قرآن ما يرفعوا يا شيخ النازل بيعرفوا ناسهم منه يعرفوا ناسهم يعرفوا يتعاونوا مع منه على أي حال خلاصة المجلس عند الليلة مسألة قتال ابن تيمية مع الصوفية ضد التتار هي من الأكاذيب التاريخية أنه ابن تيمية يقاتل تحت راية المشركين أو تحت راية الصوفية أو تحت راية غيرهم بهذه الصورة إنما الصحيح كان ابن تيمية لما حمل راية الجهاد من معه من أهل السنة كانوا بأمر الناس بالتوحيد وأصلحوا عقايد الناس إلى آخر ربنا سبحانه وتعالى نصرهم عليه التتار كذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الورقة وبعد ذلك إن شاء الله لو في أسئلة نجيب عليها أيوة آية تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله طبعا يا إخوة أي زلبي يعمل لي عمل يكون حاذب على الدعوة في معلومات سغيرة دارة صليحة يا جماعة للناس اللي تكلم فيهم شيخ أبو بكر ما أنصار السنة ناس دكتور حمد للإسماعيل ناس الدلبلة هنا ديل يا جماعة أنصار السنة عندنا هنا في السودان الدعوة لتوحيد الله عز وجل يعني ماذا الناس اللي بين مسئله لما شيخ أبو بكر يتكلم في أنصار السنة معنا تبعمم كل الناس أي دول دار يعرف أنصار السنة يخش لي في أي مسجد سلفي يوم الجمع اللي علينا دي يشوف إمام المسجد دا بيقول شنو بيقول الكلام اللي قاله شيخ أبو بكر دا وأنصار السنة زوابانه في المجتمع الصوفي نحن يا جماعة في السودان ما بيعرف دعوة التوحيد إلا القليل منهم إلا الجهل الشديد لو طلحت في الشارع على عام أطلع به الزلط بتلقى لك البنات المنقبات يكادا يساون البنات الغير منقبات المنقبات دي هتكون شنو أمش في الشارع شوف الشباب الملتحين دا كل يا جماعة مين حاجة أنصار السنة يا جماعة بعدين يا جماعة ما تمثلوا الشخصيات المعينة لو شيخ أبو بإنسماعي خلت دعوة خلت أنصار السنة لو ود البلا خلنا أنصار السنة لو ود البلا في موضوع معايا ما قدر أفتها لو دات ما معرض أنصار السنة يا جماعة الكلمة به اسم أنصار السنة عامة إحنا كلنا أنصار السنة بعدين ما ديه الخالق سوى وأي زر الليل الليله الناسة قاعدت ود البلا دا ود شيخ أبو Bergспарт من بدايته لدخول طيبة نواه طوال من تلك المركز العام حتى خلوهم من المركز العام بعدين الكلام دي يا جماعة التعميم أنصار السنة دي سمعة اللي جميع الدعوة في السودان والدعوة في السودان حقا نصارسونة دعوة عالمية الناس ابن بازل بنشتدل بيهم دير وناس شيخ عيسيمين بيعرفوا مشايخهم الكبار كلهم قاعدين ما دي المشايخ نفلان وفلان يعني والنفرين والتلاذيل نحنا دي معا نصارسونة دي ما بنستطيعهم في أي حاجة ونصارسونة نحنا ندعي تعوية التوحيد الكلام أنا يا خطيب مسجد الكلام اللي بيقولي شيخو بكر ده كله قاعد أقوله وببين للناس تمام البيان وبنزعل لما زول ما يبين الكلام ده نحنا شيخنا شيخ أبزيد يصدع بالدعوة دي خمسين سنة الليلة كله نحنا كله من ثمراته رضينا ولا بينا نحنا عرفنا الدعوة دي منه بعضين اي معا التعميم مسارسونة تكلم في شيخ معايا نتكلم في داك يتوحالك بطريقتك معاه لكن ما في زول يعمل مسارسونة كلهم والزوابان في نحنا مجتمع الصوفيات اللي هو المجتمع حقنا بداية نشتغل فيه وداعين نربيه وداعين نطليع من فقط من الشركة ده من الضلال ده بداية نطليع منه لو ما خاشنا فيهم وداي ندخلنا فيهم اعمالنا لكن عندهم حاجات سياسية عندهم داك عندهم داك دين ما انصار السنة استـيجية التعبئي ما يقول لكم نحنا لاحظة لحظة لحظة. حس شيخ و بكر يقول لك ديل ديل هناي دكتور اسمع اسمع يا شباب. الشيخ و بكر يقول لك ديل سرورية و ديل ما عارف ما تقف معهم و ديل ما تسوي معهم. بيقدر يطلعوا من بره دائرة الاسلام. في كلام اللي بنفهم ونحن الزور العام يفهموا ديل بره الدين يا تبعنا زي ناس مسلمين وناس بتوعون الله عز وجل عندهم بعض الحاجات ما في زول مهارة. ام طلعوا من بره دائرة الاسلام اصلا. الناس الاسل بيقولوا فيهم ديل. ناس عبدالحيوسي فيه ناس ديل وناس سيد غ غضبوا البدكال اصلا. نحن من العرفنا السلفية دي. او اي زول الشيخ من الشيخ السلفية لما يتكلم في الموضوع ده. بيقول رس يدغضب عنده وقتا كيت 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 كيت. سيدغضب تلك. وكلنا عرفنا الكلام ده من مشايخنا. ما اصلا ما قرانا لهم. ولا فتحنا وكتبهن ولا لاجلنا. لكن عرفنا عندهم عاليهم كدي وعاليهم كدي. والوخان المسلم على بره الدائرة الاسلام. ما في زول بيقدر يقول ديل ما اخواننا. يعني بره الدائرة. في دائرة الاسلام الكبيرة يا جماعة. يا اخي تيان ونحن ها جماعة منكفر ذول بنكفر ذول الذراية والعلم ما العوامل؟ يحنا ما داينا نطلعهم من الفاهام ده العوامل السغر ديل حاصلوا يتشارحين برا الشارحين عنا زول ساي ما تقاري أمي اللي قام قام في الغريب هنا اللي قام جانبا كلهم تجانباً بتقدر تكفروا وبتكفروا بتكفروا ذول العالم بتكفروا ضول لقمتها الحجة بتكفر اللي عنده شروط وعنده موارد لكن هاي العوام دينا يماعة نحن ما حقينها نحن الدائرين نشتغل فيهم الموضوع يا جماعة شو تنصار السنة كلهم ما حلو ما لدينا نصار السنة دي الناس قدموا لي الدعوة دي وصورة دعوة دي والكلام ده ما حيسوي فيهم أي حاجة أصلا وأيزوا لي يا جماعة سلفي حبوا في الله عز وجل عنده وقت أصويري لكنيما الناس يكبروا لما زور يسيب نصار السنة والله دعيب طيب خليوا طيب الجواب على كلام أخونا في نقاط حق نوافق عليها لا شك إنه الحق الإنسان يقرع عليه أولا كونه هو يدعو للتوحيد ده كلام اللي ذكره إن كان شكله أخونا دين عندهم رأي في المعلومات اللي قالت دي لكن أنا دعمل بالظاهر أنا دعمل بالظاهر خلاص فهو بيقول نحنا بندعو للتوحيد وبنبين وبنوضح والكلام قاله اللي قاعد نقوله هنا ده كله إحنا قاعد نقوله في المنابر برة ودعوتنا للتوحيد بيعني بالصوفية ديل يهم حل دعوتنا ونحنا ده ننقذهم الكلام ده صحيح ما في شك وكلام طيب وياريد الناس يكون عندها المفهوم ده راسخ وياريد يكون بالجد أن صارصون أنت بتكلم عنهم بالطريقة دي وإن كان نحن نعرف ما لا تعرف وإنت غد تكون شفت لك مناظر معينة أو مواطن معينة بندع لها كلامك ده المهم عموما فيما يخصك انت فيما يخصك انت لو كان الكلام ده حق فده كلام طيب ما في مشكلة ثانيا تقول لها محمد الأمين إسماعيل والدلبلة واللي تكلمنا عنهم ديل ديل ما أنصار السنة أنا بتكلم عن أنصار السنة باعتباره مؤسسة المؤسسة دي عندها قادة معينين وعندها تنظيم بيديرة الآن انت يا أخونا لو أنا ما شايت قلتها أخونا ده اسمه منهم أحمد أنا لو قلت أحمد قال محمد الأمين إسماعيل ما أنصار السنة الكلام ده اللي بيقبله منه منه كدس لو قلت لها أنصار السنة قلت لهم أحمد في الدروشاب آخر محطة معليش معليش يا أخونا معليش أنا ما جاي دارة أوريك مفهوم لما أنا أتكلم عن أنصار السنة أنا أتكلم عن مؤسسة عندها قادة بقودنا بقودوها والقادة هم اللي بيمثلوها هم اللي بيمثلوها يعني في النهاية الأفراد اللي هنا وهناك لا كلامي أنا عنهم ولا هم بيمثلوا دعوة أنصار السنة يعني مهما فعل الأتباع ما بيمثلوا قيادة أنصار السنة إنما الحكم بيكون على القيادة والكلام عن القيادة بتاعتهم فالتنظيم بتاعهم وقيادتهم وإدارة الدعوة هي بالشكل الوصفنا والسهل تعاون مع السرورية تعاون مع أهل البدع ضياع للتوحيد ضياع للعقيدة يكرموا شيخ الصوفية كده استخليني من ده كله زول بيجيب ليه شيخ بتاع الصوفية ويكرموا أمام الملأ والجرائي التكتب وكالات الأنباء تكتب يكرمون شيخ الطريقة السمانية وشيخ الطريقة السمانية ذات يقول تكريمي عند أنصار السنة كان حاجة جميلة قال حاجة جميلة مش كده بس في جامعة السودان وزعوا مطوية عنوانا رسالة إلى مشايخنا الصوفية الأفاضل دي وزعوها الشباب بتاعنا الإصلاح اللي بتتكلم عنه من تاسا ديل اللي قلت ديل ناس الدعوة وذيل الدارين اللي نغيزوا الصوفية قالوا في المطوية دي جوه ودي كان حصلت حصل فيها صراع بينه وبينه متكلمتها في المطوية دي الحد ما يستطى المحكمة ودي اعترفوا بها أمام القاضي قالوا المطوية دي احنا وزعناه والمطوية فيها كذا وفيها كذا بيقولوا فيها جوه الصوفية هل الصلاح جوه المطوية دي والصوفية أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا كان الصوفية أحباب رسول الله والصوفية هل الصلاح اتعامل جماعة انصار رسولنا ليش نو ذاته تاني ليش نو إذا كان الصوفية تعترفت لهم بأنهم أهل الصلاح مع عقائدهم الخربانة دي كلها فشوف يا أخونا بارك الله فيك أنا لما أتكلم عن الصارة السنة ما أتكلم عن كل فرد من الأفراد وبعني أي فرد ولو حكمت أي حكم حكم ده بيشمل أي فرد لا أبدا حكم ده حكم على قيادة وزعماء وتنظيم والناس اللي بيعتقدوا هذه العقيدة ويدينوا بها وهذه الدعوة أما بعد ذلك قد يكون من أفرادهم إنسان بعيد ما يعرف شيء ومتمسك بما بما وجدوا من الدعوة القديمة عند المشيخ القدام ناس محمد حامد الفغي وشيخ حسون وشيخ محمد الحسن عبد القادر وغيرهم من المشيخ الكبار الناس اللي كانوا على السنة وعلى الجادة ممكن يكون الليلة من أفراد صار السنة من يتأثر بالدعوة القديمة وزول على الجادة وزول على السنة وبيدعوه وما جايب خبر ذاته لأنه مشانا مناطق بعيدة في ناس ما يجايبين خبر بالجوطة دي يقول لا ما عارفين أي شيء زول بس الدكتور بالتوحيد دي وحفظوا أبواب شغال بالأبواب دي وبيدرج في الصوفية ومنشر في السنة كلامي ما عندانا فيمتني وإنت لو كنت من النوعية دي وبتمكر على الجماعة دي علي حمد اللمين وعلي داك اسمه عبد الكريم وعلي داك اسم عثمان وكلهم شغب زيت في تعاونه مع السرورية ما بجيب السرورية إذا انت أسا شغب زيت صح في التوحيد الله يرحمه كان عنده كلام في التوحيد وكذا لكن تتكلم أنا الجوانب التانية الجوانب التانية من إنه يصلي على وسامة بلادن ويجي بعشو يقول لك أنا طبت من الصلاة على وسامة بلادن ويدل الناس ها علي عبد الحيوسف ويشكر عبد الحيوسف في العلن ويقبلوا في العلن ها ويدافي عنه وأولاده مع السرورية أشياء زيتها ما فينها يخطأ إنت ممكن تجي تقول لي لا لاني ما أشياء أشياء بسيطة ما في حاجة وانت قالت دين دا شنو بسيطة بسيطة كيف فشوف يا أخونا أني قضي معلش ما نسمحت لك وما اعترضت عليك لحد ما كملت كلامك كويس كويس فيبقى قال بعد داك دين السرورية قال عندهم بعض الحاجات قال ما بيقدر يطلعون ما بنقدر نطلعون من الإسلام ياخن إحنا من قبيل ما بنتكلم عن موضوع طلعنا منه من الإسلام ولا دخلنا منه الإسلام فيم تني إحنا الصوفية ما بنقدر نطلعون كلهم من الإسلام خلز السرورية ولا الأخوان المسلمين ولا نصار السنة كيف نطلعون من الإسلام إحنا يا الآن لو سألتني قلت اللي الصوفية ديل كلهم برا الإسلام هل بقدر أقول نعم بقدر أقول الصوفية كفار كلهم ما بقدر أقول كلام زي دا فيا أخي ما تنصرف الانصرافية ما كويسة زول ما ينصرف عن الموضوع الأساسي موضوعنا إنه في ناس عندهم بدعوا ضلالات زول يحذر منهم في ناس مبتدعة تكلمنا عنهم في ناس عندهم أخطاء زول يحذر ما يتعلم عندهم إلى آخره دا كل كلامنا نحن هنا في دايرة زي دي السرورية الناس بيخرجها على الحكام والمنع إجداد تقول لي حاجات بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الخوارج كلاب النار كلاب النار دي بسيطة الإمام محمد قال وصح هذا الحديث من عسرة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار ما بسيطة يا أخونا ما تستهونة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات زعيم الخوارج ذو الثدية سجد لله سبحانه وتعالى شكرا الخوارج دي ما حاجة سهلة شغل فوزان قالوا هؤلاء خوارج الليلة شر من الخوارج الأوائل خوارج الزمان اللي جات فيهم النصوص يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوسان قال لئين أنا أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد ديل الشغل فوزان قال الخوارج بتاعنا الليلة أشدة من اللوائل فشوف ما تقول لي دي حاجات بسيطة ودي أمور سهلة لا أبدا دي أمور خطيرة جدا لا بد أن الناس يحذروا منها وزي منهجك دا انت حسب أن الشي سمعته الآن أخواننا ديل شكلهم عندهم عليك ملاحظات تانية لكن أنا ما بأخذ بيا أنا بأخذ بشي الله حصه انت مضطرب يا أخونا في منهجك ما قادر تحدد مواقفك ذاته شنو كويس؟ تلا بدا تكون مواقفك واضحة دا زوال مبتدع نبعد منه صوفي نبعد منه فيمتا؟ دعوة التوحيد تكون دعوة واضحة ما في حاجة يصي ما تقول كويس في التوحيد لكن عنده بجايب يدع شوية نحن ما نمشيه له شان هو كويس في التوحيد المنهج المسألة بتاعة التشكيلة دي شفتها والموازنات ما بتنجح انت بتاخد منهج على السنة منهج خالص منهج صافي ودي كلها حزبيات كلها هل الدين الإسلامي أمرنا إنه إحنا نكون تابعين لشخص معين؟ سيبك من عندهم ما أخذ ولا ما عندهم؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا نكون تابعين لشخص معين؟ طيب فإبقى إبقى هم ديل هم ديل أساس أنصار السنة إنت شكلك ما فاهم في حيات غائبة عنك وأنا ما دير أفسد اللغاء بالتعليق عليه عليه كلامك اللي إنت بتعيد فيه فشوف ديل قادة أنصار السنة إنت ما غايد ليا سالآن لو جيت في المجتمع برا قلت اليوم أحمد وددروشاب قال محمد الليمين إسماعيل ما انصار سنة شان أنا أعرفك إنت أحمد وددروشاب ذاته شان يعرفك أنا للمجتمع برا إنه إنت إنت أنكرت محمد الليمين إسماعيل وده زون نائب رئيس الجماعة وأنكرت إسماعيل عثمان وده رئيس الجماعة البيهناك القوم الثاني شان أنا أغني عنắc بإنت أنك إنت أنكرتهم دي مزالها ذاتة صعبة جدا فيأخي ديل هم قادة الجماعة اللابين ثلوه طب ده ما السلخ. فما ما ده نعيد الكلام انا. اه? على شنو? ما خلاص يلا الافراد? حتى الافراد الاتبع لهم. اي فردي من الافراد بوافق الجماعة ديل? خلي بالك معي. ما الناس اللي 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 انا ببريهم ديل الناس اللي ما عندهم معرفة بالموضوع ده كله. وما دخلوا معهم في الجوطة دي. او ما سمعوا بها اصلا هما. كويس? او ناس انكروا عليهم. انكروا عليهم وردوا عليهم في الاباطل بتاعتهم دي. ما عليش ده البريئين منهم. لكن زول معهم. طالع معهم في المؤتمر. ويرفع في الفيسبوك. فضيلة شيخنا اسماعيل عثمان. فضيلة شيخنا حمد الامير اسماعيل. والمؤتمر الاول والتاني. والمؤتمر التالت والتجمع. وزول معهم. فديزا معهم. اذا معهم. وابن تيميه ذكر قاعدة جميلة جدا في اختضاء الصراط المستقيم. قال ربنا قال. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ابن تيميه قال ومعلوم ان اليهود لم يقولوا كلهم. عزير ابن الله. ما اي واحد منهم قال. قال لكن لما قالها بعضهم. ووافقوه عليها كانوا قائلين بها. كلهم قال ربنا قال وقالت اليهود. فما يقول لك وقال ده بعض اليهود. لما كانوا كتلهم كلهم. في منهج واحد. فاني عندي لك نفس القاعدة دي. انت الان لما انت تضع عليه تنظيم معين. والتنظيم ده. كلهم شنو? معالجة شيخ امين. كويس? لو كانوا ناس كتلة مع بعض. وشيخهم وزعيمهم. قال كذا قال قولي معين. انا ما بجي بعد داك وقد استفصل من الافراد. ما هم معو. يعني رأس العلم يقول لك قالت الجهمية. الجهمية اتا قالوا نفرين? ستة? الجهمية دي الكورجة كبيرة جدا. والعلماء يقول لك قالت الجهمية ما اي واحد منهم جمسك الماي كلهم كده صف مع بعض. اينا ما كلهم جو قالوا. الجهمية دي اللي عندهم زعيم. الجهم ابن صفوان. قال القولي ده. معاو كورجة. تابعي الليو. اه? خلاص زيل تابعي الليو. قالت الجهمية. قالت المعتزلة. الستة. قديني ستة معتزلة. اه? ستة بس من المعتزلة. بتعارفون? ولا واحد ما بتعارفو. كويس. المعتزلة دي اللي ما يتكلم واتكلم واصل ابن عطاء الغزال. زعيم المعتزلة. ده اللي يتكلم. اه? وقال منزلة بين المنزلتين. وقال الوعد والاخر. وصول المعتزلة. يتكلم واحد. لكن ديالك معلون. تابعي الليو. اذا ما عاو. بس ده نفسنا. كما وافقوا يبقوا زيك كده ده. طيب. النجاوب على السلام. علش اخونا خلاص. احنا اذا عملنا باريحية وبالراحة كده. عشان ده منزل بتاع ناس وهم احترمونا وجابونا في دارهم. فنحنا نحترمونا نقول الحاجة اللي بترضيهم يعني. من الاداب والاحترام اليون ومشاء الله عمنا عتواني موجود. وهو صاحب البيت وعمنا الكبير. طيب. اه بعض الطلبة قال في خلاوي انصار السنة يقولون بان بلادن كان على حق في خروجه على السعودية. وان العلماء الذين افتوا بدخول الجيوش الامريكية لحماية المملكة على باطل. اولا القول ده. القول ده هو الباطل. ومكون من جزئين. خروج بلادن وفتوى العلماء. فتوى العلماء هي فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في دخول القوات الامريكية لحماية السعودية. والقول ده احنا قبيت ذكرنا انه يتبع لقائدة شنو? ايوة المفاسد والمصالح. وقائدة الضرورة. والضرورة قد تقتضي انه الانسان يستعين بكافر لحماية الدولة المسلمة. كدسة خليك من من تأصيل المسألة الشرعية. انت في حياتك اليومية. لو انت تلب عليك حرامي. كويس? والحرامي شاهد له سلاح. انت ما بتقدر عليه. شاهد سلاح ناري. انت ما قادر عليه. وجارك بيجاه اسمه ميخايل. مهيني. كويس? وميخايل ده عنده سلاح برضو. ممكن يجي يخش يداوس الكافر ده بيقدر عليه. انت بتقول لا يا خايل اتلب. ببساطة كده. لانه دي اخوان مسألة بتاع الضرورة. والضرورة زل ما بيقعد ينظر لانه بيجوز ولا ما بيجوز. زي ما قلت لك زل جعان ده يموت وليقى لك ادامه ميته. ما بتقلت تقول يا ربي دي ضبحوها ولا ماتت يا اخ مالك ماله. ماتت براها ضبحوها اكل شان ما تموت. فدي قضية ضرورة. والعلماء فقهم في المسألة مبني على هذا. وهو اجتهاد في النهاية. الشيخ الالباني افتع بغير ذلك. الشيخ ابن باز افتبع وفقوا العلماء بعد ما مر الزمن سبحان الله كلهم ادركوا صحة فتوى الشيخ ابن باز. وصحة اجتهادي. فالمسألة الذي كونه يجي زول ينكر ساي. ده هو ذاته ما في مصافة العلماء ديل شاني يدخن نفسه فيهم. ده العالم ابن باز ده امام جهبذ. امام قدوة. حتى المشايخ المعاصرين له. كانوا يعتبروه هو القدوة هو الامام الكبير. رحمه الله تعالى. فامام جبل ما ممكن يجي واحد ساي كده قاعد له في خلوة قال. طالب خلوة ساي. ايه طالب خلوة تعترض على الشيخ ابن باز ايه. ودليل ما عندك. وفي النهاية دي مسألة اجتهادية. ما فدي تقول لي وهذا باطل ولا يجوز. ما زال اجتهادية. انت بتقول والله انا ارى ان الصواب مع كذا. وارى ان الصواب مع كذا. ما زال اجتهادية في النهاية. ما يعنى فيها على المخالف. طيب. المسألة التانية قال ابن لادن كان على حق في خروجه على السعودية. الكلمة دي تغتضي تغتضي واحد من اتنين. اما تكفير الدولة السعودية. لانه ابن لادن خرج عليها. وعندنا الخروج زي ما بياننا قبل انه ما يجوز اللي شنو? الا على الكافر. فواحد من اتنين. اما تكفير الدولة السعودية. ونقول لك قدم البرهان. نحن ما سعودين ولا لابس لنا عقال. نحن بنقول لك كفرت الدولة السعودية قدم البرهان. على تكفير يا. لو كفرت الدولة السعودية قدم البرهان. وين برهانك? وما عندك برهان. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ده العهد اللي اخذوا النبي صلى الله سلم في حديث عبادة. طيب. اما الاحتمال الثاني ترى ان الدولة السعودية ما كافرة مسلمة لكن يجوز الخروج على الحاكمة المسلم. وده مخالفة لمنون. للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو باحد خيارين. اما يثبت لنا انه بيجوز الخروج على المسلم او يثبت لنا انه السعودية كفرت. شان يكون خروج بلاد خروج صحيح. وخروج بلاد خروج باطل. وهو رجل ثوري خارجي. رد عليه جميع العلماء. منا الشيخ ابن باز. ابن باز رحمه الله تعالى. ورد عليه الشيخ الفوزان. ورد عليه الشيخ النجمي. وغيرهم من اهل العلم الكثير. وما جاب خير في النهاية يعني ابن باز رحمه الله تعالى. وانا الدولة الكافرة اللي كتلهم. وين الكفار اللي كتلهم. وين المصالح اللي جابه للمسلمين. بخروج بلاد. فتن بس. ما شاء. قيلة انه ضرب المبنى بتاع التجارة الامريكي. بيقولوا كده. اها. لو ثبت. الخير اللي جابه اشنو. النتيجة كانت. اهلكوا دولتين. اهلكوا دولتين من المسلمين. ازالوا الافغان. ازالوا العراق. وبعدها ماشين. ازالوا دول. بسبب هذا الشغل. التعجل. كل شغل بتاع عجلة وهوى. وتسرع بس. طيب. لسه يا اخوانا نجاوي ولا كفانا? اه? وينت? طيب. ازال بتاع السؤال. طيب. اه السائل يقول بعد السلام سمعنا فتوى للدكتور محمد الامين اسماعيل يقول فيها بجواز التمثيل والدراما من اجل الدعوة. اه فما نصيحتكم? اولا اخوانا التمثيل والدراما يحتوي على مجموعة من المنكرات. المنكر الاول الكذب. لان الدرامي او الممثل خاصة فيما يسمى بالمسلسلات الدينية. اه يمثل ادوار لاناس ماتوا. وهم من الافاضل ومن العظام. يمثل دور خالد ابن الوليد. ويمثل دور اه وحدة تلقى فاسقة ومجرمة. تمثل دور اسماع ابن تايب بكر الصديق رضي الله عنه. وقد تكون كافرة. وقد تكون داعرة. وقد تكون سيئة الخلق. وفي نفس الوقت تفتح في المسلسل ده تلقى ممثلة دور اسماع تفتح في مسلسل اخر تلقى ممثلة دور بتاع امرأة سيئة وفاجرة. كويس? فهذا فيه كذب اولا. ثانيا فيه تشويه لصورة التاريخ الاسلامي. لانه واحد بيحكي له يقال في المسلسل جايبين خالد ابن الوليد واقف لها مع واحدة. زوجتي ومتبرجة وكده. واقف معاه وحبيبتي وزوجتي. ده كلام فارغ يا اخ. كيف يصوروا سيف من سيوف الله بهذه الصورة القبيحة. ويجيب لك حالك بالشكل كيف. ولابس يدوم اه جرب الارض وخياله وتكبر. وهو الممثل ذاته يعني يشويه لك صورة هذا الامام. كويس? ويمثلوا صحابة وقد يمثلوا العنبياء كمان. زي سمعتها قال سيدنا يوسف. سيدنا يوسف يا اخي النبي صلى الله السلام قالوا اعطيها شاطر الحسن. يعني المنبياء اللي يمثل سيدنا يوسف. وعمل اللي مكياج وعمل اللي شنو ما عايف. فعلى اي حل في تشويه لصورة التاريخ الاسلامي وللاعلام المسلمين. ثالثا في في المسلسلات استعمال الموسيقى. ها طيب دي برضو ما حرم? ولا عشان في المتور بتعنصارة سنة جابونا شهد العالم خلاص. بيقات حلال. كويس? فياخي ما ممكن كذب. وتشويه للتاريخ. واستعمال الموسيقى. وفوق ذلك له. او دون ذلك له. يعني ولو كانت هذه الامور مباحة. في النهاية دا له. شنو زال قاعد لجي دا بتلفزيون وبعالي في جماعة دا بمثل ودا عامل فاكدة ودا بكضب وساهر معاونو بيبكي. شنو يعني? تشويه وكذب ولعب بالشرع. وبعد دا كله ما هو سيء ايضا ان يجعل ذلك الدكتور محمد الامين اسماعيل وسيلة للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. كونها تكون وسيلة للدعوة دي كمان مصيبة براها. الدعوة الاسلامية لا تحتاج للتمثيل. قل ايلا المسرحيات. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن. قل هذه سبيل ادعو الى الله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقد مسرحيات? قلوا ان تعالنا مسل لكم فرعون وهامان وقارون والجماعة المعاو. هل الصحابة عقدوا مسرحيات للامم السابقة? ما كلها قصصيات في القرآن. والناس امنوا بها وعملوا بمقتضى ما فيها من العظات والعبر. قصص موجودة في القرآن وفي السنة. ما في تمثيليات. ما في مسرحيات. هذه من اساليب الاخوان المسلمين. وما يستغرب من محمد الامين اسماعيل. ما هو استغرب منه. اذا كان آآ مراجعه كالظلال القرآن مرجع بالنسبة له. وحتى انا واحد رسل لي في الواتساب صورة لدرس لحمد الامين اسماعيل. قال بشرح فيه كتاب ظلال في القرآن. ظلال القرآن. تفسير ظلال القرآن يا سيد قطب. واذا كان بيمدح عبدالح يوسف وبيعتبر عائل اه? عبدالح يوسف بيقول عالم ربنا قال اتاه فقها واسعا. ده عبدالح يوسف. فما يستغرب منه كونه يفتي بالمسلسلات. بعد شوية يفتريك بغيرة من الاشياء. قبل كده سألوه عن جماعة التبليغ افتقال بالخروج معهم. جماعة التبليغ. وفتاوة وكلها فتاوة آآ المولد. ما نحن كلنا والصوفية قال بنتفك في حب النبي. وكتابنا واحد. ورسولنا واحد. وقال نحن ما عندنا الاشياء اللي بيعملون الناس التانين. وفي النهاية قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعنا. يعني كلام ممجود وواضح جدا. اما في استسهال الامر. امر المولد. او في تجويز امر المولد. وما حتقدر تطلع من الفتوى بتاعته الا ان المولد بيجوز. يحتفل به. بس ما دارين مشاكل قال. وما دارين عنف. يا ذو المشاكلة كعب من. المشاكلة هو من الشي اللي بيحصل في المولد ده. العغاية الباطلة والشركيات والضلال الفية والبدع. عموما دي فتوى باطلة تدل على منهج الاخواني. ده منهج اخواني ما عليش ما تزعل. ده منهج الاخوان المسلمين. فتاوى ما يطلبه المستمعون. وما يريح المشاهدون. او المشاهدين. وايس? فهذه فتاوى بعض لهم. هل يجوز ان نقول انه انصار السنة. مدام انهم بقوا وبقيدوا اه صوفية المبتدعة. هل يجوز ان نقول عليهم دعاة شرك لانهم بناصروا صوفية? لا ما بنقول دعاة شرك. طيب عشان بقيدوا ناس بكروا ناس اي ما هو يلا تأيدهم ومناصرتهم. ده ما منكر. لكن ما بقول دعاة شرك. لانه دعاة شرك دي. الا هما دعوا للشرك. او اه اثنوا على على دائية الشرك. لكن بتعاونهم بكذا احنا نقول يؤدي هذا التعاون الى مناصرة اهل الشرك. يؤدي هذا التعاون الى مفاسد مننا انتشار شرك منا كذا. لكن كونه تقول دعاة شرك. فبصورة بالاطلاق ده ما بجوز كده. لا لا ما بجوز كده. هم? اذا دخلت في رؤون الى الورضة الاسلام يعني. لا لا الناغض ما يدخل هنا. ما يدخل في النقطة دي. الا ساعwehr. ا傷� رعب حسب بلاي. عدم هل الشرك رعدت؟ لساعر ها الان أخير وداعي. لا عن معدن انها ساورني من là. فانس不要 nova علاوبة الرسول زوجي هذا. تريد هول uplift. معين environmental النقطة. لا معstandر م CHO حسب بها. لم يك determinar حسب بكون ان احنا احنا Nie Two-U First İstanbul تتخل فيها. احنا احناanders احناس الاشتراي Be Final самый احناس很好. الاشتراكي الم mina صحيح كلامك صحيح يا شيخ أمين اللي هو الحادثة بتاعات كونه جاء في البيت والناس ما كان بيرفعوا الفاتحة شوف زاتها شانت عارف ان القدوات ده المشكلة زوف ان هذه قدوة للناس ده مشكلة كبيرة جدا في الاول ما كان يرفعوا الفاتحة اول ما يداخله وشال الفاتحة دي لك قاموا ذاتوا الرفعوا الفاتحة دم ما يدول لك علي انه ها حصو انت مدى بتسمع الحمدان ما ادالي حكم الفاتحة شنو كويس الفاتحة الشيخ ابن عسيمين قال بدعه قال بدعه لانه النبي عليه الصلاة والسلام لما عزه والصحابة كان بعزه ما كان بيرفعوا الفاتحة لا بيقروا الفاتحة لا بيرفعوا ايد يوم انما تقابل الانسان العلماء قالوا كالمقابلة الطبيعية انت بتقابله طبيعيا كيف بياته صورة بتقابله بتسلم عليه بالصافحة كذا بتبرد عليه المصيبة لانه التأزي في النهاية تصبير له وتهون عليه الامر والمصيبة والرفع الفاتحة دي لا ترفع انت ابتداءا ولا كما انت يعمل زول زول يقول لك يا اخي مجامل ما هو رفع يده انا رفع معه لا رفع يده ما ترفع معه عشان تعلم المتمع السنة المتمع يتعلم السنة مش حرام هي بدعة العلماء قالوا بدعة على اي حال يا اخواننا والله زي ما قال عم عتباني هي في واحدين بيحسبوا بس واحد دين ثلاثة اربعة سبعة خلاص بيرفع يده بيمشي ولا حتى فيها سبحان الله هي الدعاء اصلا هنا في الموطن ده هو ده ما موطن دعاء الموطن موطن تصبير للحي شكده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولا تحتسب لانه اصلا هنا الموطن بيقتضي التصبير الحي والدعاء برضو ممكن لكن الناس اللي بيعملوا اللي لده ما دعاء ولا كده بس في النهاية حاجة الناس شافوا المتمع بيعملها بس بيقوا بيعملوها فانت كذول سني علم الناصيخ الاغتداء بالسنة علمهم الاغتداء بالسنة فانا شايف شفت كثير يعني في مجتمعات صعبة مش مجتمعات زي دا الان المجتمعات بيقوا متفهمة لاشياء دي في مجتمعات كانت صعبة جدا لو ما انت جيت رفعت الفاتحة ممكن ما يستقبلوا منك العزازات ما يستقبلوا منك إلا ترفع الفاتحة فشفت والدي ربنا يحفظه زمان زمان الدعوة فيها مشاكل تقيلة جدا ودي بيعتبرها لك زي الكفر بالله يعني ما رفعت الفاتحة وكفرت بالله واحد فبيجي داخل بيت العزاة من بره هناك شفت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ويمشي على الزهر يسلم عليه وسلم على البقية وبمره بيمشي يعني مسألة انت بتعلم الناس السنة بعد شوية خلاص اول يستنكروا وشددوا عليه وكده لكن مرة الايام والناس وعت وبدأت تفهم ودعلمت السنة بيك كثير من الناس يعملوا كده يعزيك التعزية الشرعية كويس يا اخي الشيخ ابن عسيمين وجدت له فتوى في الفتاوى مش مسألة فقط التعزية حتى مسألة مش رفع الفاتحة كونه يعزي بعد الدفن يعني يجي للناس في مكان المصيبة في البيت بتاع الوفاق ويعزيهم قال ما بيجي وان كان التعزي ما بنا انتهي لكن قال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بعد الدفن لاستقبال العزاء ما كان يجلس توفي له من ابنائه من توفي في حياته عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس العزاء كويس فدي امري زايد كمان خلي كمان واحد يرفع الفاتحة واحدين يا شيخ بيقعد في بيت الفراش كم يوم بيده قونه وانصار سنة قاعدين في بيت الفراش ايام قاعدين معاهم هذا من النياحة ومن الكبائر من كبائر الذنوب فعموما نحن اطلنا المجلس فاخيرا اشكر القائمين على تنظيمه والاستضافون في بيتهم عمنا وشيخنا عتباني واولاده وبقية الاخوة اللي نظموا بقية الملتغيات العلمية والمجالس اشكركم جميعا على حسن الاستضافة والاستماع واكتفي بهذا القدر اصلي الى هم وسلم على نبينا محمد على اعلى وصحبه وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطان